نشرة الظهر ووزارة العدل تصدر مرسوما توضيحيا لكيفية تطبيق القانون المتعلق بالشاك دون رصيدة مع دخول الاجتراحة الصهيوني للظفات الغربية يومه التاسع ارتفاع عدد شهداء الى اربعين شهيدا الى التفاصيل اهلا بكم بداية من الاسبوع المقبل ستنطلق اشغال المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبدالعزيز في ولاية القيروان ووزير الصحة مصطفى الفرجاني اكد في تصريح لوجه النمر اثناء موكب توقيع عقد انجاز المشروع اكدان الاشغال ستتوصل على مدى ثلاث سنوات وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو مئة واربعين مليون دولار مشروع ضخم كما هكا 500 سرير وصلنا اليوم من الصحة احنا نضاع العقد بين وزارة الصحة وبين المقاول ثلاثة ابراج 12 قاعد حملية 330 وبعد يطوروا حتى الـ 500 سرير على 12 هكتار بقيمة 82 مليون دولار وتونس كيف كيف تسهم 32 مليون دينار اللي ربط بالشباكات والتي بدأت والتي تقول الارض حاضرة ومجهزة ان شاء الله المقاول والمقاول السعودي ومعها مقاول تونس يدخلوا يختموا فورا اليوم صححنا مع المقاول وياخذ القصد الولى 20% من الميزانية قاعد توقيع عليها اللي هي الكلفة الكاملة 144 مليون دولار مشتاقع متابعة يومية ومستمرة ونتعهدوا بشنحي والعراقيل الموجودة الكل للمقاول السعودي والتونسي والآليات متاحهم يبدأت تتحط بداية من آخر سبوع والسبوع القادم هذا أضف وزير وصحة مصفى الفرجاني أن هذا المستشفى سيكون وفق المعايير العالمية ويحتوي على مختلف الاختصاصات الطبية وسيساهم في الارتقاء بالخدمة الصحية لأهل القيروان والولايات المجاورة مستشفى بالمعايير العالمية مش يكون من أحسن المستشفيات في تونس فيه جميع الاختصاصات الطبية والجراحية الجراحة العامة، جراحة قلب والصدر، جراحة العذام، جراحة الأورام، الطب النفسي، الطب النووي جميع الاختصاصات موجودة فيه، إن شاء الله يكون بعد ثلاث سنوات موجودة بالمعايير العالمية، فيه كيف الآلات الكل، لاتو تكنيك كامل بشيعة نقلة نوعية للخدمات الصحية بالنسبة لأهلنا في القيروان والولايات المجاورة كذلك نقص من الضغط على المستشفيات السحيذية وأشار سفير المملكة العربية بتونس عبدالعزيز السقر لأن صندوق السعودي للتنمية سيساهم في إنجاز مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبدالعزيز بهبة تقدر بـ 85 مليون دولار مضيفا أنه مع موفي شهر أكتوبر المقبل سيتم توقيع اتفاقية أحداث المستشفى الجهويين بكل من سبيب والجمع نعتبر اليوم الخامس من سبتمبر هو انطلاق لأعمال هذا المشروع هذا المشروع هو هبة من المملكة العربية السعودية بـ 85 مليون دولار يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المملكة العربية السعودية حريصة الحقيقة على كل ما من شأنه دعم ونمو والتنمية واستقرار تونس هذا المشروع وإن كان تأخر إلا أنه أتى في الوقت المناسب مقاولي موجود معنا توقع الأسبوع القادم إن شاء الله الأشغال تنطلق على الأرض الواقع أحب في هذه المناسبة أن أؤكد على العلاقة الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية وقد احتفل الأحد الماضي بمرور 50 عام على إنشاءه وكان لتونس النصيب الأهم والأكبر من دعم الصندوق حيث بلغت أكثر من مليار و 200 مليون دولار إن شاء الله لدينا مشروع سكة نقل الفصفات في قفصة لدينا مشاريع في تطاوير مستشفى الجيم وسبيب إن شاء الله نهاية أكتوبر نقوم بالتوقع النهاي انطلقت صباحا اليوم بالعاصمة الصينية بيكين أشغل منتدى تعاون الصينية الأفريقية التاسع والرابع على مستوى قمة رؤساء الدول وذلك بحضور رئيس الحكومة كامل المدوري وقادة دول الأفريقية الأعظام في المنتدى وممثل المنظمات الإقليمية الأفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة ويعد منتدى تعاون الصينية الأفريقية الذي يتواصل حتى يوم غد أكبر اجتماع دبلوماسي تصطرفه بيكين منذ جائحة الكوفيد 19 أصدرت وزارتها العدل منشورا حول تطبيق الفصل السادس من القانون العدد 41 لسنة 24 ألفين المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجالة التجارية وإتمامها وأكد النائب بمجلس وبالشعب نزار الصديق أن وزارة العدل أصدرت أن تعطيل في تنفيذ هذا القانون يجري على مستوى المحاكم وعدول الإشهادة وزارة العدل أصدرت منشور تفسر فيه مشروع القانون كيفية تطبيق مشروع القانون هذا والمنشور هذا إن شاء الله بيش يعمم معنا على المحاكم وعلى رجال القانون بيش يبدو يطبقوا فيه الحقيقة حتى المنشور ما جدش فيه حاجة جديدة خاطر القانون واضح تفسير واضح ولكن قنا نستغربوا كيفاش معناها ما يتمش تطبيقها كما ورد قاد كل محكمة معناها تطلب في أوراق معينين وكأنها كل محكمة في بلاد وكل محكمة قانون ثم محاكم الحقيقة تطلب في تنابر ثم محاكم تطلب في أوراق ما هيش مطلوبة ما هيش موجودة معناها في مشروع القانون هذا إن شاء الله في المدة هذه برشة يخرجوا من الحبس وبرشة يتمكنوا من تسويت وضعيتهم البلوكاج الحقيقة صار في تنفيذ القانون الإشكاليات هذه صارة في المحاكم صارة مع عدول التنفيذ صارة مع عدول الإشهاد الناس هذه يلزم تطبق القانون الناس هم منظوري وزارة العدل ويلزم وزارة العدل تلزمهم بتطبيق القانون أفدى مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامل التعليم العالي بوزارة التعليم العالي مونير معالي بأن هناك 84 مؤسسة تعليم عالي خاص معترف بها لدى الوزارة وفي استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أوضح أن بعث مؤسسات التعليم العالي الخاص يتم وفقا لكراسات شروط مضبوطة المعايير بعث مؤسسة خاصة للتعليم العالي يخضع الحجد الترخيص كراس شروط كل متتبع وكل من يرغب معناها في الحصول على المعلومة يدخل للموقع متعانا بالنسبة لنا محكمين بتعطيحها بالقانون وبالاعتراف فقط بالمؤسسات التي تبعثه والتي تخضع للقانون التعليم العالي الخاص المؤسسات حسريا المعترف بها هي الموجودة على موقع الوزارة والتي عددهم تحهم 84 وتخرج كل مرة معناها بتعطيحها البلاغات من وزارة التعليم العالي تؤكد معناها على المؤسسات هذه المعترف بها وتحذر من إمكانية تواجد مؤسسات يمكن تؤمن تكوين منافي حصول على شهادة جامعية عدم أتراف بمؤسسات غير المؤسسات المرخص فيها وآليا عدم الأتراف بكل شهادة تسلم في إطار غير قانون وأكد مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي في وزارة التعليم العالي نالجانا خاصة تتولى نظر في معادلة شائد المتحصل عليها من مؤسسات التعليم العالي الخاصة نتوصله معناها إجمالا بعدد ملفات الحصول على المعادلة تقريبا في حدود 9000 مطلب للحصول على المعادلة العدد الملفات المرفوضة ما نتجاوزوش معناها المئة ملف سنويا تقريبا للحصول على المعادلة هي شهادة وطنية تطلحال تخضع إلى أنظمة الدراسات اللي هي تنتبق على الأموم والخاص على حد السوا بالنسبة لنا نقف على الشروط المستوجبة للحصول على شهادة مهمة المعادلة هي من الصرامة بما كان على خاطر تقيدا بنصوص وقتا ما يكونش فما إمكانية متاع سلطة تقديرية وفما نص يحكم ونص واضح ما نجموش نتجاوزوه فنحكموا بعدم حصول على المعادلة ورفض إسناد المعادلة يكون معلل عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب ندوة صحفية بمقر نقبة الوطنية للصحفين تونسيين حول آخر تطورات ملفهم المناسق الوطني لملف الأساتذة النواب ملك العياري يتحدث ينطالب السيد وزير الطربية والأطراف المتداخلة في هذه التسوى أن يحطون على خلف توضيح إلى أين وصلت جلسة التفاوض لضم وزارة المالية رئاس الحكومة الوظيفة العمومية وزارة طربية وزارة تعليم العالي في علاقة بالدفعات في علاقة بالأوامر الترتيبية متى ستصدر باش النجمون أمن وموسم دراسي الحاجة نحبو نأكدوها رانا مواصلين في تأمين موسم الدراسية والدفاع على المدرسة العمومية سيح اليوم ربما ثم أطراف تدعي للخوصة لأنه ثم تقعص إلى أحد ما من بعض الأطراف أنا من وزعشتهم ولكن نحن رانا جزء من الحل منه جزء من المشكل نحبو زادا نعرف زملائنا اللي جاوزوا الخمسين ما صير الأمر الرئاسي على شكل تعمل الحذرين حابو نعرف خلاص سمتعنا اليوم أنا مقابلين على عودة مدرسية وأنا متخليدين ثلاثة أشهر اليوم ما خلصناش حجم الشغرات السنية كبير يتجاوز الأثماش نالف وسبعمية وثمانية وثلاثين نطالبو زادا بأيدي بداية معناها توزيع الشغرات باش التلميذ في المدرسة العمومية يكون على تكافف من الفرص ومن جهته طلب الممثل عن المعالمين نواب عماد عبد الكبير وزارة تربية بتسوية ملف خمسة ألاف معلم في المدرس العمومية اليوم ما طالبنا ماهيش صعبة عدنا تقريبا خمسة ألاف معلم نايب نحن نطالبو بترتيبهم ترتيب وطني آمس فتحة قاعدة بيانات الابتدائي وإن شاء الله في القريب معناها يقع الترتيبهم وطنيا حسب المقاييس الاجتماعية والبيداغوجية هي العمر والأقدامية والمدة نيابة وبطبيعة الحال الخمسة ألاف هذا موش كبير على قطاع كما تربية أو على وزارة كما تربية اليوم عندنا تقريبا خمسة ألاف مدرسة في كامل ربع الجمهورية يعني كل معلم نايب أقل الحل هو الحل هذا ونحاول بش نكون جزء من الحل ونحاول بش نكون روافد من روافد البلاد هذه وفي سيقين آخر شهدها معهد باستور قبلا مكثفا من قبل المواطنين للتلقيح ضد دائل كلب منذ سادس عشر من أوت المنقذي إذ تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في غضون أسبوعين فقط وفق ما فدت به رئيسة قسم تلقيح الدولية بالمعهد سونيا كشاو شريفة من نهار ستة أشقود تقرابة جماعتين اللي أحنا في الجماعتين هذو مخذينا أكثر من ثلاثة آلاف واحد اللي هما جاءوا بش يتلقاوا التلقيح ضد دائل كلب العدد هذا يفوت حتى المعدل اللي مستنسين ناخدوه في شارل نحن في شارل كان يجينا قرابة ألف واحد عما راهوا توافل بلايس والكل فما إقبال كبير مثل العباد اللي هما يتعذوا يتخبشوا ضد دائل كلب أحنا لازمنا أن نقصوا من هالنسبة هذية بش نجموا نعطيه والتلقيح بصفة منتظمة طلب الأمين العام للإتحاد تونسي لتكسي الفردي محمد علي العرفاوي في تصريح للأخبار بالترفيع في سعر ضربة العداد إلى دينارين وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السيرات والمصارف الأخرى التي أصبحت ترهق كهل أصحاب سيرات التكسي الفردي مشيرا إلى توجه الاتحاد نحو عدم برمجة أي ضرب أو وقفة احتجاجية في المرحلة الحالية وذلك تزامنا مع العودة المدرسية والانتخابات الرئاسية القادمة زيادة المطالبين دهل وخيارة كل التكسيات على الغالية السيارة اليوم السيارة تتكلف بين 80 و25 مليون التأمين اللي كل ستة شهور قاعد يزيد اليوم تتخبش كربة بين 3 مليون و2 مليون و4 مليون اليوم الباطلية اللي كنا نأخذ فيها 200 وليات 400 ليبيا سيات اللي كنا نأخذ فيها 300 وليات فوات رواق السيارة التكسيات محدش لاحية عطا مش يحلس الكمبيان الزين قاعدة طب في الكراهر عطا الخدمة هذي مش تبشي دلين الدفار علش نحنا تحركنا كالتحاد التنسي التكسي الفردي وقلنا على ضربة العداد ياو ضربة لولانية نحنا قلنا 2000 فرنكو يقعد كل شيء معنا كالعادة يقعد من ضربة العداد بـ 2000 فرنكو مش حاجة كبيرة ياوه مرولة 2000 فرنكو 30 فرنكو متعمل لنا حتى شيء أما قلنا الرقع شوية مش نجمو ننكملوك في المهنة هنا نحنا ساعة طوى مبدئيا الوقفة التحتجاجية معناش عنا عودة مدرسية وعنا انتخابات فرستية قلنا ذو من بعد العودة المدرسية ومن بعد انتخابات ياو الاتحاد التكسي الفردي مش تحرك حال المنظولين بتعود من جهته اعتبر عضو المكتب الوطني لمنظمات الدفاع غاني المستهلك منتسر الحاميان المواطن التونسي هو الحلقة الاضعف في علاقة بهذه الزيادات خاصة مع تدهور مقدرته الشرائية مشيرا الى ان الاتفاقات السابقة مع وزارة النقل بخصوص زيادة في تعريفة العداد كانت في حدود دينار ومئتين مليم زيادة انتع العداد انتع تكسي ضربة العداد نرمى المو من الشيء اللي عملت في ناعة والتجارة كم هو الشيء تزير نقل السابق على التاريفة اللي بشيزيتوها يعني السيد محمد علي العرفيوي يتكلم معناها خانة زين فرانك راو ما يساعدش معناها المواطن وراو مش قط القدرة بتاع المواطن انه بشيزيت فعل زين فرانك خالق السيارات وخالق الاسعار راو مش من الدولة معناها راو ثم شركات اللي خادمين يخدمونها هما كيماليجي كيماليجيرو شركات اللي خادمين يخدمونها هما بالكريدي هذك هو معناها تكاربها تعمل خلصة 50 مليون 54 مليون بالليجي يمكن تولي 87 مليون نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين وفي تطورات الأوضاع في شأن الفلسطيني وفي اليوم الخامس وثلاثين بعد المئة الثالثة من حربه المدمر على غزة وصل الاحتلال لقصفه المكثف برا وبحرا وجوا على منازل وتجمعات الفلسطينيين واستهدف القصف اليوم مدن رفح وخانيون يسودير البلح وغزة ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل وإصابة أخرين وفي ذل تواصل العدوان على غزة دعت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق في الحملة العسكرية الصهيونية على طول المحيط الشرقي للقطاع المحتلة باعتبارها جرائم حرب مؤكدة أن جيش الاحتلال دمر بشكل غير قانوني أراضي زرعية ومباني مدنية وجرف أحياء كاملة وفي الظفة الغربية المحتلة سشهد ستة فلسطينيين في إطلاق نار وقصف للاحتلال الصهيوني ليلة أمس وفجر اليوم على مدينة توباس مما يرفع العداد إلى أربعين شهيد وأكثر من مئة وخمسة واربعين مصاب حصيلة ضحايا الفلسطينيين منذ أن أطلق جيش الاحتلال عمليات العسكرية في الثامن والعشرين من أوطن ماضية نقطة نهاية هذا المعادل الإخبار هذا تذكير بأبرز عنوينه توقيع وعقد إنجاز مشروع بناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان والأسبوع المقبل بداية الأشغال انتلاق أشغال منتدى تعاون الصينية لأفريقية التاسع فوكاك تسعة وزارة العدلة تصدر مرسوما توضيحيا لكيفية تطبيق القانون المتعلق بالشاك دون رصيد ومع دخول الاجتياح الصهيوني الضفة الغربية يومه التاسع ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعين شهيدان ختم هذا الموعد الإخباري إلى اللقاء